ايمانويل ماكرون معترف بكل الاسباب التي ادت الى اندلاع الاحتجاجات يعلن عن جملة من القرارات بغية احتواء الغضب الشعبي ويصف الوضع الراهن بنقطة تحول تاريخية تمر بها فرنسا وبناء على ذلك يعلن حالة طوارئ اجتماعية واقتصادية ففي اول خطاب له منذ اندلاع الاحتجاجات اعلن ماكرون عن مجموعة من الاجراءات الهادفة الى تعزيز القدرة الشرائية الفرنسية ابرزها زيادة بالحد الادنى في الاجور بمقدار 100 يورو شهريا ابتداء من كانون الثاني القادم فضلا عن الغاء الضريبة على معاشات التقاعد والغاء الضريبة على ساعات العمل الاضافية وتقديم منحة للأسر المحتاجة ولخص ماكرون قراراته بحزمة اجراءات قوية تستهدف خفض الضرائب بشكل سريع ورفض اعادة الضريبة على الاثرياء لكن ابرز ما جاء في خطاب ماكرون هي تلك التلميحات التي انتقد فيها سياسات الحكومات التي شهدت بلدانها تظاهرات واحتجاجات لم تحسن التعامل معها معلنا في الوقت نفسه تحمله جانبا من المسئولية التي ادت لاشتعال تظاهرات السترات الصفر اضافة الى السياسات الخاطئة المستمرة منذ 40 عاما ولم يغب عن خطاب ماكرون انتقاده لاعمال العنف والشغب التي رافقت الاحتجاجات على حد وصفه معتبرا ان تلك الاعمال لا يمكن تبريرها ورغم خطاب ماكرون فلا وقائع على الارض تشير الى احتواء الاحتجاجات او توقفها حتى الان لتبقى التكهنات مفتوحة حول تمكن الحكومة الفرنسية من ملامسة متطلبات الشارع وتشخيصها للازمة بشكل كامل ام ان هذه الاحتجاجات ستأخذ شكلا جديدا لم تعهده بلدان اوروبا في العقود الاخيرة وتقود الى مرحلة تفتح للقارة العجوز حقبة جديدة اشتركوا في القناة